السلام عليكم طلابي العزاء اليوم نحن اخذ الثيرد ورم والهوك ورمز والفلاري ورم طبعا ان شاء الله رح يكون هذا اخر مختبر ونتمنى لكم التوفيق نبدي بالسترونجلويت ستيروكورالس طبعا الكمن نيم الهيث يارد ورم الهابيتيت يعني مسكن هذي الدودة او المكان اللي تتواجد بيه بداخل جسم الانسان اللي هو رح يكون السمول انتستين بالدودينم والجودينم شون رح يكون المورفولوجي لاطوار هذي الدودة الادلت لوم رح يكون عندي فيميل تكون ثن ترانسبيرنت شفافة وتكون الفيميل اوفوفي في بورس مصطلح اوفوفي في بورس يعني رح تنطيني بيوض هذي البيوض تحتوي على جنين كامل يعني بحال ما تطرح هذي البيوض رح يفقس الجنين وينطيني اول طور يا رقي الميل لهذه الدودة رح يكون قصير ويكون اعراض من الفيميل بس ملاحظة جدا مهمة انه هذا الميل ما رح نشوفه بالاصابة اللي تكون بالهيومن الميل يكون متواجد فقط فيليفينغ بالسويل بالتربة ما يتواجد بحالة الانفكشن للانسان لانه هو ما عنده قابلية على الاختراق ففقط هي الفيميل اللي رح تسبب باصابة ورح تتواجد بداخل جسم الانسان نكمل المورفولوجي الايك طبعا هنانا ممكن لش بهم ما عندنا لانه قلنا اول ما رح تفقس اول ما رح تطرح الديدان البيوض مباشرة ان هذه البيوض تفقس وتطيني اليراقات المهم رح يكون انه اشوف اليراقات البيضة رح تكون اوويد وتكون الثن والد مالتها الجدار وتكون ترانسبيران اللارفات هنا مهمة اول لارفة اول اول طور او اول طور يرقي يطلع من الايك هو رح يكون الربدي تفوم لارفة اللي هي الارفة اول اذا هي فيرس ستيج رح تتواجد بالسطول بالفيسز اذا رح تكون دا اغنوستيك ستيج بعدها رح يكون عندي الفلاري فورم لارفة هذا الفلاري فورم لارفة اللي هو لارفة ثري نتج من انه اللارفة اول صار عليها مولتس توايس نتج من انه مولتس توايس يعني انسلخت مرتين انطتني اللارفة اول انسلخت انطتني لارفة تو والارفة تو انسلخت انطتني لارفة ثري اذا هذا اللارفة ثري هو رح يكون الانفكتيب استيج ورح يكون لونج اند سلندر متطاول ونحيد النايف سايكل لهذه الدودة طبعا اللي رح يكون الناتشرة الهوست لهذه الدودة هو الهيومن رح يكون المضيف الأساسي لهذه الدودة طبعا رح يخترقها منه رح يسبب إصابة للهيومن رح يكون عندنا قلنا الفلاريفون لارفا رح تكون عندها قابلية أن يخترق الجلد الجلد طبعا جلد الإنسان ومو شرط أنه يكون جلد مجروح لا هي عندها قابلية أن تخترق الجلد الجلد حتى لو كان سليم وجرد أنه الشخص ما لابس حذاء أو نزم يعني التربة بدون أن يلبس غلوفز رح يأدي هذا إلى أنه احتمال أنه الفلاريفون لارفا تخترق الجلد من رح تخترق الجلد هذا الطور المعدي رح يروح عن طريق مجرى الدم للرئة هناك بالرئة بعدها رح يعني ترجع عن طريق السعال تبتلع وتدخل للمعدة ومن بعدها تروح للسمول انتستين بالسمول انتستين هناك رح تتحول وتصير أدلت فيميال مثل ما قلنا هنا ما عندنا ميال فالأدلت فيميال رح تطرحلي البيوض ما تحتاج هناك أن تتكاثر جنسيا هنا تكون اسكشوال يكون بارتينوجينك تكاثرها عذري رح تطرحلي البيوض هذه البيوض تفقس وتنطيني الرابيديتي فورم لارفا هذه الرابيديتي فورم لارفا محتمل أن تسوي لي أن تسوي لي إعادة إصابة يعني هاي الرابيديتي فورم لارفا ترجع تخترق جدار الأمعاء وتروح للرئة وأيضا عن طريق مجرى الدم تروح للرئة وأيضا ترجع تبتلع وتدخل للمعدة والأمعاء إذن هذه الطريقة تسمى طريقة الإصابة بالأوتو امفكشن فإذن عدنا موج أوف أوف ترانزمزيشن رح تكون أما عن طريقة البنتريشن للسكن أو عن طريق الأوتو امفكشن بواسطة الرابيديتي فورم لارفا طبعا الرابيديتي فورم لارفا قلنا أيضا رح نشوفها بالسطول ورح تكون هي الداياجنوستيك ستيج الكلينيكال فيتشارز اللي هي الأعراض اللي رح تظهر معظم هتكون أسيمتماتيك لكن في بعض الأحيان رح يكون تسبب لي تسبب لي يعني أنه تكون جلدية قد تسبب يعني حكة بالجلد وتسبب لي بولموناري التهاب بالرئة وتسبب أيضا أعراض رح تكون أنه اضطرابات معوية وألم بالمعدة فإذا رح تظهر الأعراض أما على الجلد أو الرئة أو تتواجد بالإنتستاين التشخيص رح نشخص الارفا أو الأدلت فيميل نركز هنا فقط أدلت فيميل إن ستول مثل ما لتلاحظوا بالصورة الأسفل اللي عليها سهم هو هذا الأدلت فيميل واللي تحتها هي رح تكون اللي هي الطورة التشخيصية رح نبدي هسا بالهوك ورمز اللي هي النوع الثاني من الديدان محاضرتنا لهذا اليوم الهوك ورمز اللي هي الديدان الشصية عندنا نوع دوتين تدعى بالهوك ورمز اللي هو الهوك ورمز اللي هو الهوك ورمز الانكليستو مودودنالي والنكتور أمريكانز هذولا هما يدعون بالهوك ورمز الديدان الشصية سميت بالديدان الشصية لأنه مقدمتها تشبه الشوص اللي هو يستخدمه بصيد الأسماق طبعا الأنكليستو مودودنالي تدعى بالأولد ورد هوك ورمز هذا الكمان نيم لها بينما النكتور أمريكانز تدعى بالنيو ورد هوك ورمز الحبيتات لهذول الديدان رح يكون هو السمول انتستين طبعا سبب الأنكليستو مودودنالي شكلها أو مقدمة الأنكليستو مودودنالي رح تكون معقوفة رح تكون معقوفة نحو الجهة الخلفية بنفس اتجاه انحناء الجسم فمنها جدي تسميتها بالهوك ورمز هذا رح يساعدها كلش على أن تغرس أسنانها بالسمول انتستين رح تنتدك طبعا تحتوي على فم مطور بصورة جيدة يحتوي على مثل منها تلاحظون بالصورة اللي أعلى الشاشة فوق الأنكليستو مودودنالي اتمالتها يعني التجويف الفموي انه نلاحظ هو مزود بزوجين من الأسنان يعني أربعة أسنان تحتوي البوستيريار انت بينما ملاحظة بينما النكتر امريكانز ما عدها أسنان عدها صفائح طبعا النهاية الخلفية للميال تكون مزودة بالكابولتاري بورسا اللي هي غدل ساعدها أو تركيب يساعدها على التزاوج الفميال راح تكون لونجار دان ميال أطوالا من الميال ونهايتها تكون تبارنجين نهايتها ممشوقة الايقه هنا مهم جدا المميزة لأنه هو راح يكون طور تشخيصي الايقه هنا راح تكون أوظم كالرليس عديمة اللون تحتوي على سجمنتد أوفيوم مثل ما تلاحظون هاي البيضة أمامكم إنه شفافة بها مثل الدعاب المقسمة هي هاي سجمنتد أوفيوم كل أوفيوم بداخلها فور بلاستو ميرز لايف سايكل طبعا الناتشرال هوس هو راح يكون الهيومن راح ينصاب بواسطة الانفكتيف فورم اللي هو أيضا راح يكون هنا الفلاري فورم راح يصيب الهيومن عن طريق الجلد أيضا يخترقه إلى قابلية أن يخترق الجلد وأيضا راح تهاجر الفلاري فورم لارفا إلى عن طريق مجرد دم إلى الرئم وأيضا راح تسويلي تطلع بالسعال وترجع تبتلع وتدخل إلى الأمعاء وأيضا راح تتواجد قلنا بال سمول انتستن هنا راح يكون عندي ميال وفي ميال راح يتزاوجون راح يطوني بيوض البيوض راح تنطرح بالسجول طبعا قلنا طريقة الدخول عن طريق الجلد الأعراض راح تكون عندي هنا ناتجة عن اختراق فلاري فورم لارفا للجلد نيمون يلتها بالرئة دايمورفك أنيميا طبعا هنا جدا مهم أنه هاية الدودة قلنا عدها أسنان ورح تسبب التهشم والسمول انتستن فتسوي بليدنج الستور راح يكون لونه طبعا هي بما أنه متواجدة بالسمول انتستن فالدم عن ما راح يطلع بالسطور راح يكون لونه دارك يعني أسود فالدم الستور راح يكون لونه صفة تشخيصية أيضا مهمة أنه الستور نشوف لونه أسود لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدم إذا كانت الإصابة هافي وإذا كانت الإصابة قليلة ممكن أن نسوي تحديد الأقل طبلاد من شخص الدم الخفي اللي موجود بداخل الستور فإذا راح يكون عندي دايمورفك أنيميا أنيميا ناتجة عن النزف وناتجة أيضا عن وجود الدودة اللي يمنع انتصاص الحديد ورح تسوي إبيغاسترك بين لأن هي موجودة بالسمول انتستن فرح يكون الألم في أعلى المعدة في إبيغاسترك يعني إنه يشبه بأعلى المعدة الدايجنوز الدايجنوز راح نشخص عن طريق التشخيص الكاركترستيك إيغ الموجودة بالفيسيز بواسطة المايكروسكوب أو نسوي إما بالدايجنوز أو نسوي الكونسنتريشن تكنيك أو يشخصون الأدلت ورم بالسطول أو يشخصوها عن طريق الدودينال أسبريت اللي هو يأخذون سائل من الدودينال وصلنا الآخر الدودة اللي هي الواشاريريا بانكرافتي الكمون نيم لهذه الدودة فلاريا وون حسنا راح نيجي نعرف ليش سموها فلاريا وون طبعا هذه الدودة هي اللي تسبب لي الأليفنت ياسيز اللي هو مرض دائل فيه هذه الدودة الهابيتيت مالتها راح يكون هو اللينفاتيك سيستم يعني الأوعية اللينفاوية والغداد اللينفاوية الأدلت وون لهذه الدودة راح يكون هو وايت ثيرد لايك ويد سبوثي كيوتيكال انتقرينج ان إذا منا جتي تسميتها بالفلاريا وون لأنه شكل الأدلت يشبه الخيط الأبيض الفيميل هنا راح تكون بيفي بورس أي انه ما عدنا هنا نبيه فقط انه الفيميل تطرح يرقات اليرقات اللي راح تطرحها الفيميل او الجنين اللي راح يطلع من الفيميل هو يسمى بالمايكروفلاريا هالمايكروفلاريا مثل ما تلاحظون صورتها بأسفل الشاشة انه هي تكون كالرليس هنا لونها بنفس جيني هي مصبغة بصبغة القمزة يعني نسوين بلوت فيلم مصبغي بقمزة فشفنا لون هذا نفس جيني هي تكون كالرليس شيثت تحتوي على غلاف النهاية مالتها راح يكون فري وذي نيوكليا يعني ما بي خالي من الأنوية مثل ما تلاحظون نهاية تدير انه كأنه غلاف فارغ وتكون اكتف لي موتايل من نسوي السلايد حتى نشخص لهذه اليرقة او هذا الطور اليرقي او نشخص الاصابة بالوشريريا بنكروفتي راح نشوف حركة المايكروفلاريا بصورة واضحة المايكروفلاريا راح تتواجد بالدم عنش وقت اقدر اشخص المايكروفلاريا اذا شخص شكي بي انه هو مصاب بالوشريريا بنكروفتي لازم اكون انه اسحب من عنده دم بالفترة الليلية اللي هي انكترنال بريوسيدي من تين بي ام تو فور اي ام يعني من العشرة مسائل للرابعة صباحا راح نشخص المايكروفلاريا بالدم حتى نقول هذا الشخص مصاب بالوشريريا بنكروفتي اذا هي الدايجنوستيك ستيج راح تكون لهذه الدودة دولة الحياة للوشريريا بنكروفتي راح يكون المضيف النهائي هو الانسان والمضيف الوسطي هي الموسكيتو اللي تكون من جنس الكيوليكس طبعا بداخل المضيف النهائي ما راح تصير تطور لليارقات الريارقات راح تطور بداخل الموسكيتو اللي هي كانت بالانسان راح تاخذها الحشرة وتطور الى ثيرد ستيج اللي هي في اللاريفون ورح ترجع الحشرة الامراضية الامراضية شون الطفيلي راح تخلي الاعراض تظهر علينا انه هذا الطفيلي الادلت فون راح تغلق الاوعية اللمفاوية راح تسج الاوعية اللمفاوية وتمنع صعود اللمف من اسفل الجسم فرح يجمع اللمف باسفل الجسم بالاخص بالقدم فرح تظهر الساق والقدم تشبه ساق الفيل تضخم ورح تظهر عليها تشققات حتى الجلد يشبه يكون شبيه بجلد الفيل الاعراض بالبداية راح تكون حمى اعياء ولمفاجنتيس اللي هو التهاب الاوعية اللمفاوية بالكرونيك بالاصابة المزمنة راح تظهر عندي الاليفينتياسيز اللي هي قنات تتميز بانه الاطراف السفلة تشبه اطراف الفيل الدايكنوسي ستة شخيص طبعا راح يشخص المايكروفيلاريا بالدم المحيط ونشخص الادلت ووم عن طريق الاكس راي او البايوبسي ونشخص الانتيجين والانتيبادي نشخص الفيلاريا العفو بالانتيجين والانتيبادي الهنا نوصلنا النهاية باختبارات الطفيليات ان شاء الله التوفيق للجميع وان شاء الله كانت سهلة وبسيطة عليكم وشكرا لازغاءكم